أنت ما فكرتش فيه من الأيام قلت أنا أسامة عرابي جسمي صغير قوي هروح ألعب مع ناس عمليقة كبيرة الكلام ده هل دي ما فكرتش في وقت أو الوقت أن ده تبقى إعاقة بالنسبة لك أنها تخش مع مجموعة كبيرة وخاصة أننا الجيل بتاع أنت لعبت فيه أنت فرضت نفسك على كل المدربين وعلى كل اللعبين إنما كان جسمك قليل أنت فكرت فيها إزاي لا هي دي طبعا طبيعة الجسم يعني والوراثة وكده يمكن هي كانت بدايقاني شوية في الاختبارات في السنين الأولى لو أنا عندي 12 سنة و10 سنين أنت رفق اختبارات للنادي الأهلي؟ آه ما وفقتش فيها ما وفقتش فيها إنما كان لديك إصرار لك هتلجع تالي للنادي الأهلي كان موجود الكابتن مفتي رغم أنه هو طبعا من أساس التدريب وكل كتبه عندي بالواحد بيقرأ فيها ورجل عديها عليك دي يا كابتن مفتي هعدها لك المرة ولكن ما كانش فيه نصيب يعني طبعا روحت كم مرة لاختبارات؟ آآ روحت زمالك مرتين نعم ما خليت زمالك نعم نتكلم آآ ماشي نتبقش اللي ما تنودش خلي ما تكلم بلوقتي أنت روحت لاختبارات النادي الأهلي ما وفقتش كم مرة آآ كان لا هي مرة وما روحتش لأن أنا آآ كنت مشهور جدا في الكرة الشراب في المنير آآ كنت مشهور جدا فيها في المنيرا في الأسر العيني آآ اللي يعني كان الله يرحمه يا حسن ليك آآ بس هو كان عزل من المنير لكن هو أصلا من المنيرا وهو اللي كان لما نيجي نتكلم عزبالك ها نتكلم عزبالك ها هو اللي هو الوديك كابتن فاروق عفو فاروق عفو كابتن عبايز حسن عبايز حسن عبايز هنداوي عبايز اسماعيلي أيوة وسامو عباس مجد إمام آهلي مجد مبلعب الأهلي والسكر حديد كابتن عحمد ماهر كابتن الله يرحمه يا حسن دال الله يرحمه يا حسن دال ده وش الساعد عليك آآ مظبوط كابتن عبايز حبيبي يعني كابتن عبايز حمد كابتن عبايز حمد كابتن عبايز حمد كابتن عبايز حمد في بقى ناس اللعبوا على مستويات أقل شوية زي كابتن وجيه صليب و طيب بدايتك انت بدايتك بتوك هاتكورة شراب هل كانت دورات رمضانية ولا كانت فرق بتاعت الأحياء اللي هي كله بيلعب آآ يعني بتروح تلعب في حي المنيرة في حي اللي مش عارب في الحظة أو كلام ده آآ هي كانت كده فعلا آآ انت عارفة كابتن انت أكيد طبعا حضرات الجيل دوت الشوارع مصر كلها كانت بتشغي بالفرق بعد الساعة أربعة بدهرية آآ آآ يعني كل تلاقي مجموعة في الحي عندها فرق عندها فرق بنلعب بعض يعني أنا مثلا مرتبط بأربعة خمسة بتلاقي مهمة دي فرق ايتي باللعب فرق تانية ايه الفرق انت كنت بتلعبها والناس شافيتك قالت ده اسامة ده هيبقى حاجة كبيرة آآ كتير يعني كنا مسلا منروح نلعب في القلعة نروح نلعب في كل الأحياء اللي حوالينا السيدة زينب كان في يوم لعيبة مشهورين آآ آآ لأ على بكلم على الكرة الشراب آآ آآ وطبعا في بقى نجوم زي ما أنا قلت الحالك في الشارع عاملنا وكده لكن آآ آآ نروح نلعب مسلا في شبرة نروح نلعب في في الملك الصالح نروح نلعب يعني بكل لفينا هل دي كان دورات رمضانية ولا كنا بنلعب فرق ضد بعض عادي آآ أثناء السنة يعني وفي الدورات الرمضانية آآ كانت دي حاجة أساسية كسبت كم دورة رمضانية كتير وخدت عسل لعب كذا مرة كتير يعني ايه والله كسبت كذا دورة رمضانية يعني انت عملت إنجازات في الدورة رمضانية أكثر من اللي عملت مع النادي العلي لا مش الدرجات دي بسأل أقصد كسبنا والله كذا دورة وخدت كذا أحسن لعب كذا مرة ويمكن مرة من المرات لما نجي نتكلم زي ما قلت على كابتن حمادة أمام الله انت لقبت في الكورة الشراب في شوارع المنيرة كابتن حمادة أمام شافك مظبوط في دورة رمضانية في دورة رمضانية وقالك أخدك لنادي الزمالك انت مشيت ليه هو كابتن حمادة زمالك أول ما شافك قالك ايه هو كابتن حمادة طبعا كان من أبناء الحي وكان يعني يتنقل منه وكانوا بقى بيستدعوا النجوم بتوعنا اللي هم كانوا في الحي يشوفوا الدورات يشوفوا أصحابه يعني لا هو جاي يشوف الحي يدعوك كان نجمج الله أرحمه طبعا كان لعيب جامد له كمان يعني اه يعني بيقولوا من أسباب الشعبية تنادي الزمالك دي حقيقة دي حقيقة الله أرحمه فشافني في دورة الرمضانية وخدني أنا والفريق بتاعي كله كلنا يعني خمس لعيبة ما أسابش حد اه كلنا رحنا خدوا كلكم باك تجي بقى اه اه الكلام ده كان عندي 12 سنة 13 سنة يعني في الحدود دي أولا عدادي هل جسمك كان قليل بردو ولا اه جسمك كان أقل من كده كمان اه يعني كنت أرفع كمان إنما هو شاب فيك إن الله يرحمه كمان اه كابتن رحمد مير بردو من أبناء المنير الله يرحمه بردو وش نساعد عليك اه تاريخ كبير جدا وراجل يعني اكيد من الناس اللي أثروا في النادي الآلف في حاجات كثيرة اكيد 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 ودك نادي الزمالك ودني نادي الزمالك وفعلا قبلت في الاختبارات مين بقى جاء للتفاكر مين المدربين اللي كان في الاختبارات دع انا فاكر مرة التانية لما اجاع احكيلك عليها لانا ا Baioص حاولت بزماجك مرة تانية مراتين المرة того oczywiście مش فاكر انتو مصر حماكش نادي الاهلي تروح اه مكان كل اه يعني منشوف النجوم الكبار زيكم. هل انت حلمت في يوم الايام انك هتلعى في اهلي او في الزمالك؟ لا ما كانش يعني كنت اتمنى بس ما كنتش. ما حلمتش الكلام. ما حلمتش. اه. يعني انا فاكر مرة كنت واقف انا وصحابي اه بس الكلام ده في سن كبير شوية كان عندي 16-17 سنة كده. لا بنا قلع بس في الزمالك تمشيت يمن الزمال. ماشي. مطلقتش كده مرة واحدة في الحديث. لا لا انا بتكلم عشان على في سياق الكلام. اه لا انا بتكلم على الوقت مشيت ليه من هذه الزمال. اه انا كنت اهلاوي جدا. وابويا الله ارحمه كان اهلاوي جدا. الله يرحمه. رغم اه بقيت العيلة يعني. مقاسمة اه. اه. خلاني و اه عمامي اه كانوا الزمال كوي. هل ما اثروش عليك انك تروح تستنى في الزمالك؟ لا لا ابويا كان اهلاوي من الفضيح. الله يرحمه يا سيدي. الله يرحمه يعني ده حتى كتير جدا. انا عرفتها من ناس اصحابي في اله بعد ما هو اتوفى. اولي ده على فيك كان بيجي يحضر تأمرينات كتيرة جدا ليك وانت مش واخد بالك. وليه هو اصلا صور قديمة في المدرج القديم هو بيحضر قبل ما انا يعني. قبل ما انت هتتولد. اه بيحضر ماتشات او في ملاعب اخرى. طيب. يعني كان بيروح ماتشات وكان بيحب. طيب روحت زمالك. مشيت ليه من اول وقت. احساسي ان انا عايز العب في الاهلي او ملعبش. يعني الاحساس ده اه والله. بالدرجة دي. اه والله الاحساس ده. كان انتمائك في الوقت ده للنادي الاهلي. اه جدا. كنت بيعش. حتى لو كانوا اختاروك في نادي الزمالك وقالك اساسي وبش اساسي والكلام ده. لا يعني هو طبعا كانت كنت صغير برضه تفكير صغير. الله اعلم لو احنا بالحياة المنفتحة دلوقتي والاحتراف وكده. الله اعلم ساعتها كان تفكيري. كان سيبك كم سنة ما روحت الزمالك. كان اتناشر تلاتاشر سنة. يعني اه قول عدادي او ستة ابتدائي كده. مين النجوم اللي كانوا في نادي الزمالك بيلعبه. ها في الوقت ده اللي انت روحت فيه. ومين النجوم الزمالك الاول نتكلم عن الزمالك الاول. لا طبعا هو الفترة دي وانا صغير كده انتو الجيل بتاعكم اللي كان بيلعب. انتو صحيح مش اكبر من بكلم على جيل اللي يفتاد الزمالك. ما انا بكلم على زمالك بقى اكيد اللي كانوا في فريل اول كبات انهم بقى فاروق عفر وحسن شاحاتة وطه بصري. وطه بصري. وخواجه وغانم سلطان. الجيل ده. وجهر الصغير ومحمد توفيق. اه دلان الجيل السبعينات ده احنا كنا نتفرج عليه. اه كل الجيل ايشام عزمي. ايشام عزمي. وكابت سمير محمد علي. اه كل الجيل ده كنا منتفرج عليه طبعا اه انا بالنسبة لي كنت منتمل للجيل كنتو بقى. طب انت لما دخلت النادي الزمالي. مختار. لما دخلت النادي الزمالي. اه. ما شفتش حد من النجوم ديو قدامك. لا 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 كان فترة اختبارات كده صباحية وبيلتوا قالولي هات الورق ولازم تيجي ومش عارف ايه. ما ما روحتش بقى تاني. ما روحتش. اه اه يعني. هل الولد اثر عليك ولا انت من نفسك. لا لا هو كان كان بيتمنى ان انا العب. يعني حتى انا فاكر. احنا فترة عشنا في السعودية. كان هو مدرس رياضيات. اه. وكان وداني. كان ساعيته كابتن ذاكي عثمان هناك. كان شغل في السعودية. مزبوط. وكان فيه مدرب تاني. وروحت انا فاكر جدا في شقةه. ووالدي قال له يعني ده رعيب كويس. يعني شوفوه ده رعيب كويس. ممكن تحترف في السعودية من صغرك يعني. والله بجد. لا هو كان بيكلمه يعني على اساس ان احنا عادنا مع السنة واحدة بس في السعودية. ان انا منزل مصري يعني يشوف لحد وكده. كان والدي رغم ان هو كان من اه لهم الاساس بتوع التربية والتعليم يعني. بس كان ساعتها انت عارف في الفترة دي الاولياء الامور بيخافوا شوية عالموضوع الدراسة. لكن هو كان عنده اصرار وتصميم ان انا لعب. من كتر حب ونكتر. كان يقول لك ايه بتعلق ابني لو فلحت لو لعبت كورة. اه اه اه. دي الجملة بتاعت الاهالي كلها زمان. اه. اه. الكابتن علي زور مرة كنت الله يرحمه كنت واترج عليه في اه ببرنامج. طب يقول والدتك بتقوله. انت هتروح تلعب مع السيعة دول. اه. اه. ياخد دينيا بتضغير وشوف الزمان. اه سبحان الله. وشوف الناس دلوقتي ايه اللي بتودي ولادها. لان كله شاف محمد صلاح قدامه نموذج حاجة مفرحة وحاجة تسعي. طبعا فخر للعرب كلهم. طيب ما قابلتش الكابتن حامد امام بعد كده. لأ شوفته بعد كده. وقال لي يا ابن انت برحتش ليه. طيب قلت له ما عليش. ما قلت لهش بقى ان انا عشان اهلقوه مش اهلقوه ما يعني تهربت منه يعني. لكن اه مرت الايام بقى. اه. ورجعت لكورة الشراب تالي. اه. بدت تلعب في الشارع في المدرسة في الدورات المدرسية طبعا كانت كتيرة جدا زمان. اه طبعا. طبعا. اه. مدرسة امين سامت لعب مدرسة ايه لجنبها. وعلى مستوى القاهرة. كنت معروف على مستوى مدرس القاهرة كلها. اه. كنت معروف حتى مدرس انا فاكر كويس جدا. بس انا ناس الاسمه يعني. اه. مدرس التربية رضية بتاعنا. كان يقول لي يا ابن انت لازم تروح نادي. يعني كل حد كان الحمد لله بشوطني. يقول لك لازم تروح نادي. اه. واصحاب اللي في الشارع. الاهل. اي حد. انت اللي كان كل في زينك انك عاوسي لعب كرة شراب. اه. اه. كانت منتشرة في الفترة دي جامد. وفضلت كده. اه. لغاية لما اه. قلت لك رحت الاهل وما وفقتش. اه. قعدت سنتين ثلاثة زعلانه وبتاع. ازاي انا بعد كل الناس بتقول عليا كده. ما. رحت بقى رايح المقولين العرب. طب انت معردش السبب ليه ان اه. في النادي الاهل ما اخدكش. لا. ما. لا. ما قالوش. يعني. قلان وفران جسمك قليل. هل لما سألت بعد كده. جسمك قليل. وانت طبعا. اه. دور مفتي كان معانا وحبيبنا. هل مالكش ده جسمك قليل. لأ دي انت فنيا مهريا بش عارف الكبير. لا. ما كانش. ما كانش. ما كانش سبب. يعني هو اختاروا الناس اللي هم عايزين. اقول باقي بقولوا هم. هل هم بيختاروا واحد كده بحجمك كده في الفرق في الناشئين. مش متذكر بالزبط. بس هو كل واحد بيبقى ساعة الاختيارات. ممكن ما تبقاش موفق. ممكن تبقى خايف. ممكن. ما بيحصل. ده في ناس قدنا مليون مرة في النادي الاهل وما كملوش. ما اقدر كلها. اه. هي كده. اه. طيب.